ترجمة نانسي قنقر قطاع و الشميع معي كانت معي ضعيفة أنا نأزل على البذور التنسية والحزن من بدون بذور تنسي ونا نلتجأل البذور الأجنبية والبذور الأجنبية ليست على يفاة برشة مشاكل بذور لسبع عامة مفمش وفوق هذيه اللي نفهمش هذيه التربة فهمتني اللي نحكيلك عليها معاتها نحكيك عالتربة كاملة ومن معاتها كانت تربة هذيه يعني تربة تونس الكل يعني تاو فزت بالحكاية هذيه تربة تتماشى مع القمحة ماش تتماشى مع القمح الأجنبي اللي هي البذور الأجنبي اللي يجيبونا فيها من بره جابتنا برشة مرضة عملت لنا برشة مشاكل في الأرض بتاعنا كثرت علينا الدوايات أرض ضعفت من البذور هذي فعنا طاوى نبت لبروم هذي جدت في البذور الأجنبية ما كانت شي موجودة في توس وما كناش نعرفوها جملة والمشكلة فيهش إننا ما عنديش الدواي متاحها ولا تتفك لنا في النعمة ما يعني تزرع انتي تزرع الجمح ولا تزرع الشعير يطلع لك جمح هم بعطوا قال لي لك فكوا لك الحشي المادة هذي انت على الحشي شفهمتني تتفك لك السابة متاعك وما تلم منها حد شيء تصرف 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 فلوسك تبقى في الترابة كيكا متلم منها حد شيء يعني أنا حابسي نحضره في الأرض طاوى نهارتي لي من أزرعوش طوالي مجرعة كبيرة اليهو نحن نشوف الأمن ذي الغذائي فهم بني للدولة وقوة قوة الدولة هذي يرى الفلاحة مش سهلة يعني بش توصل فهم بني فلاحة الكل تصبح مش زهر على النعمة قوة الدولة السنة مثلا بمليون العام جاية تلقاها بمليون واربعمائة مليون وخمسمائة وساعات تجي فازد تهلكنا الواحد ونلفتون تباه ونهزوهم وشوفوها ولكن الناس اللي يستوردوا ولا كيفاش يستعملوا حاجتها ذا ما ما نعرفهمش يزيدوا وجيبوها مرة اخرى والذر فينا اذا كان جتنا نعمة معناها اذا كان توفرت حاجة وجدت شوية نعمة ندواها تفسد ما جابوناش البذور اللي حاجتنا بها نحن يجيبونا في البذور اللي هي ما تمشاش مع المناخم تيان اللي هي ما انا تحب اكثر امطر يحب ويفرضوها عليك بالسيف على جهل ذيك يجايبتها الناس ويحب يبيعها بالسيف تتبيعها قبل ذيك نا يجيني في وقت في وقت الظرو اللي بيش نزرع قمحاتي اللي نعيش منهم اذاكر كما الشعرية بتاع كانت تقولي ما ثماش دياب بيه هذا اي منطقة واقوة سليحة وفي العالم هو الخبز رفع ما تنسيش اللي هو الخبز اللي هو ينتج فيه الفلاح نهارت ما ثماش خبز ما عندك صبات وتمشي حافية الصعوبات اللي دفعتنا الاعتصام هي عدم توفر مستلزمات الانتاج احنا كنشوفو الدياب بيه تاوي تباعة بثمانين وصلحت المئة دينار النهارين اللي فاتوا تشوف القمح سناب قداش تباعة الفلاحة وصلت لباعة القمح متاحة بستين واربع وستين دينار اليوم القنطار دياب بيه بحق قنطارين قمح بحق قنطار ونصف قمح راهوا الحقيقة هذائي مش هدفعنا باش نتخلىه على موضوع زراعاتي كبرى عدم تفعيل سندوق الجوائحة الطبيعية عدم توفر بذور النوعية الخاصة اللي يمكن تتماشى مع وليس لنا عدم توفر الازم ده الحقيقة لهنا تسائل كبير